عقدت لجنة دراسة مشروعية اللوائح التنفيذية لتوثيق والرسوم القضائية اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي علي عطبوش أمين عام مجلس القضاء الأعلى رئيس اللجنة وتطرقت اللجنة لمناقشة اللوائح المنظمة لقوانين التوثيق والرسوم القضائية وإجراء التعديلات المناسبة عليها وتهدف التعديلات لتحسين كفاءة النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد ومعالجة الثغرات وتحقيق الشفافية والعدالة وضمان الامتثال للقانون وتأتي اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة النظام القضائي والقانوني